السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا كامل بألف خير تلبية لطلب مجموعة من التلاميذ اللي متخوفين من اللغة الفرنسية في المتحان الجهوي لسنة أولى باكالوريا قررت ندير سلسلة من الدروس خاصة بأولى باك مادة اللغة الفرنسية وإن شاء الله قد نحاول يكون الترس أو الشرح بالدريجة وبطريقة مبساطة باش نسهل الفهم على جميع التلاميذ كيف مكان مستواهم كيف ما كنعرفوا مادة اللغة الفرنسية هي لبيت نوار في المتحان الجهوي ومعظم التلاميذ كيتخوف من ما كيفهموهمش مزيان كيجبو نقاط ناقصة كتهرسهم وبالتالي كتطيح لهم النقطة دي المعدة الجهوي بإذن الله إلا تبعتوا معي الدروس وتفاعلتوا في التعليق تخليوا لي الأسئلة الدروس اللي محتاجينها شنو ما فهمتوش أي حاجة ممكن نعونكم بها إن شاء الله ما ديش يبقى عندكم تخوف من المادة في المتحان الجهوي لسانا الاو الاباكالوريا جامی الشوهب عندكم تلاسا ديالي زور لضغني جور دان كم داني آمور ده فيكتور رغو اللي هي أعرمون آتز لاباة مربي ده أحمد سفريوي اللي هي أعرمون أوتو بيو графيك وانتغان اللي هي أعرمون أوتو بيو графيك وانتغان اللي هي أعرمون بيس دو تياتر فهات لابدهي ديوخ نبدأوا ب أول رومان أو الأول أعرمون سنحاول نشرح لكم بالدريجة لكي نبسط الفهم على جميع التلاميذ كيف ما كان المستوى لهم رواية كتبها الكاتب المغربي احمد صفريوي سنة 1954 تكون من 249 صفحة نوع الادبي ديالها او التيار الادبي هو السيرة السيرة الذاتية كي حكي لنا فيها الراوي قصة ديالحياتو كتتعتبر اول رواية مغربية بالفرنسية في هذا الاستعمار رواية زوية بزاف كتعطينا الصورة مصغرة على المغرب الجميل في واحد الحقبة من الزمن عن طريق مجموعة من الذكريات عاشها الكاتب او رواية الراوي سيدي محمد الراوي سيدي محمد لان الكاتب هو احمد هو احمد الصفريوي وكان فرق ما بين الراوي والكاتب الناراتور والاوتور من اللي كانت عنده ست سنوات كي يوصف لنا المغرب والمحيطة دياله باسلوب سلس ومبسط وغير عود لنا على حياته الدراسية اللي كانت بطريقة تقليدية وقاتم الترسخة في الدهن دياله الراوي السيدي محمد الجنر ديالها النوع الادابي غمو أوتوبيوغرافيك سيرة داتية لليو دي پارسيون فاست كتبات فاست سنة 1954 انا أعطيكم واحد نبدا على الكاتب احمد صفريوي هو كاتب مشهور تزاد في مدينة فاست سنة 1915 وتوفى في 25 فévری 2004 في 2004 في الرباط وهو احد المؤسسين ديال واحد تيار ادابي لليتراتور مغربين ديكسپريشون فرنسيز الاداب المغاربي باللغة الفرنسية كان ملاقب باللوطي المغربي ويقال انه اول كاتب مغربي باللغة الفرنسية قبل الكاتب تنجاوي عبدالقادر الشاط عن كتابه في سيفي سائباهيته كفما قلنا تزاد في مدينة فاس عام 1915 وتوفى في الرباط سنة 2004 كبر في المدينة القديمة في فاس وهي شيء نشوفوه اثر بزاف على الكتابات ديالو بضحية المهنية كصحفي شاب في يومية عمل الشاب ثم ككاتب لمقالة تاريخية ثم كقيم على متحف الضحى للمالة بعد سنة 1938 في إدارات حكومية للثقافة التربية والسياحة في العاصمة الريباط نشر أول رواية سبحة العنبر سنة 1949 خدع لها جائزة المغرب الكبرى في الأداب ليكون بذلك أول مغربي ينالوها وتوفى في سنة 2004 عن عمر يناهز 89 سنة ساعدة للمنزل رواية للمنزل رواية كتب سنة في أحيان كتب للمنزل رواية الخدوة سب سنة 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة